سنبدأ المواضيع حسنا اليوم حتى نبدأ الأحديث سنرى بيان من التراجي الرياضي التونسي كان نجب أن نرىه حتى في اللايف ستريمينج الموجود على قناتنا في يوتيوب وإلا في الباج متاعنا في فيسبوك كان رد فيه على الحوار اللي عمره المستثمر الأمريكي في النادل الأفريقي فرجي تشامبرز في موقع فوت فاندكات تشامبرز كان يلما حكى على الحوار وقال كيف جاء لنادل الأفريقي قالوا له أن النادل هذا قاوم الاستعمار في بداية وأيضا في حين جبدت تراجي الرياضي التونسي بالاسم وقال عكس تراجي الرياضي التونسي اللي كان يخدم في سرية حاجة من نوع هذا تراجي كان البيرة حابت بيان أكد فيه كيب كالماند ستادي هستوري قاومنا الاستعمار دافعنا لكم شوفنا بوليميك الزوز عاش كيفاش تقراها انت يا أحمد وقال بعض نخول هاي مجدة زايدة من المزوز والله أنا في تقديري ما كان على التراجي أن يجيب بيان هذه حاجة ثاني حاجة ما دخل المستثمر في هذه تدوينة هي أكثر من بيان نحسوا نوع من الشعبوية ونوع من التقرب فيها معينة من جمهور النادي الأفريقي أنا من مرفوض العلاقة أنت كيب تدخل أنا 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 ترون جاي مستثمر جاي بيانة تراجع أهي أب من المفروض أن تبتعد نوعا ما على الأشياء الهميشية والأشياء التي تسيء علاقتك مع ذهادان علاقة النادي الأفريقي ما نتهم معنات لأخرى أنا نرى المثال في زبايا ربيا زبايا ربيا تخل بكل رقي وكل تحذر وكل احترافية معنات تحافظ على علاقة النجم الساعي بالعكس تشكر فيما من زبايا ربيا أن يحسن علاقته بالجميع وانت مستثمر أمريكي يأتي معناه في خدمة بها معناه في النادي الإفريقي وهذا حتى حد ما ينكر المجهود لقدمه المستثمر للنادي الإفريقي ومحاولاته لإعادة معنات الصاديق من الهايبة بتاع النادي الإفريقي انك تدخل وتضيع وقتك في أشياء اهميشية معناتها معناه حتى معاً علاقة بميدان كورة القدم ما دخلك في الاستعمار ما دخلك في مقاومة الاستعمار ما دخلك في ترجل هذي تونسي قاوم ولو ما قاوميش ولا في السرية ما ماته بصراحة هذي أشياء عرفت مجانية هذي أشياء مجانية هو هو بشي نوصحه أكثر معناه يحكي على عباد اللي قابلهم بش خلاوه هجولند الفريقي قال هذا شنوه قلولي معناه ما بوه لما حاله مش هو مش موف حتى كان قالولك أنت أمريكي من المفروض عندك نوع من التحذر عندك نوع من الرقي عندك نوع من السيفيزم ما تدخلش في الأشياء ذي اللي تعكر صفه العلاقات بين الأندية وتخلي حتى أنت معناه تتقلب عليك الرأي العام تقلب عليك فئة كبيرة من الجمهور خليك أنت بروقية أخدم بروقية وأخدم معناه بكل احترافية وواصل في اللي تعمل فيه اللي يعمل فيه المستثفى الأمريكي في النادي الإفريقي شيء ممتاز جدا من المفروض الإنسان يبعد على الأشياء الهاميشية ذي والأشياء التي لا تنفع بالعكس الذر وتلوث وتسيء معناه في الجو العام تعمت عن رياضة في تونس وتولي عركة وتولي جمهور وجمهور وهيئة وبيانات وبيانات مذادة معناه نحن في غينان في هذه الظروف على مثل هذه الأشياء بصراحة من المفروض كان على المستثمر الأمريكي أنه يترفع عليه وما كان على الترجل هذه التونسي معناه أن يجيه بصراحة ببيان رسمي كل شيء الترجل نورمال مؤرقة وأسمى وتاريخه معروف وبش يجيه هو يذكر المستثمر الأمريكي بتاريخه وما نتصورها كان